موسيقى بالنسبة لي رسالة فيلمي على البحر هو الإنسان مخصفش يهرب من الواقع المرير إلى واقع أمر منه اللي هو الموت ولا يوجد نهاية أمر من الغارق مجهولا إذن خاص الإنسان يراجع نفسه قبل ما يخطاع شي خطوة اللي يفقد فيها حياته بحكم أنني ولد مدينة آسفي وكبرت بجنوب مدينة آسفي عشت صراحة معاناة الشباب اللي كان الهم ديالهم هو الحريق ورغم أنهم كيسمعوا أن الناس كتموت في البحر ولكن مع القهراء والفقر والبيطالة باغن يحرقوا ما ننسوش من بين هاد الناس كينين شريحة متقطعفة كيف ما كان قولوه حنايا هجرة الأدميغة وعلش إحنا ما نشجعوش هاد الفيئة ويكون عندنا فورة شغل اللي تحافظ لنا على هاد الشباب وعليش وذك الشي علش أنا يا اضطريت أنني ندير هاد الفيلم بطريقة الخاصة حين تصراحة عندي حرقة على ديك المدينة وحرقة على ديك الشباب ديالها اللي كانت مننا أنني إن شاء الله نشوفهم كيف ما كيشوفهم والديهم يكونوا ناجحين في حياتهم صراحة المجال السينمائي في آسافي ما زال بقي مولود راضي اللي بقي كيعيش إراساته الأولى وحنا كنحاولو ندعمو السينما في مدينتنا ذاك شي علش كنجيو نصورو فيها باش أننا نبينو أن آسافي فيها تقافة سينمائية بعد المناسبة كنبغن نشكر الجيها 24 على الاستضافة ديالهم صراحة نجيد ساعد أنا نكون معاكم في هذه الإميسيون ديالكم وطبيعة الحال كنبغن نشكر الطاقم التقني وكل من كان صاهر على إنجاح الفيلم ديك البحر بما فيه الممتلين يوسف دليل أمين الهاتيب وابراهيم المرتضة ومن نساش سيناريس الكابير ديال الفيلم عزيز بن سعد كنبغن نوجه تحييل خاصة على العائلة ديالي اللي كانوا مدعميني من أول خطوة اللي في المجال الفني وكذلك الأخ ديالي عبدالي ساميح وحسن بالله بطبيعة الحال كون ما كان وشهد الناس ما غاديش نكون أناية كنبغن نشكر أي واحد كيعرف ياسين ساميح كنبغن نشكر شركة الإنتاج اللي دعمتني بالمطاريال دياله بأي حاجة باش أننا نبينوا واحد صورة زوينا المدينة آسفيل اللي هي إكلي راشغولد تحية خاصة لسعب جليل الواقفة وهي شام جمام اللي كانوا معايا من أول خطوة ديالي في الميدان السينمائي والفني وتحية طيبة والسلام عليكم اشتركوا في القناة